مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التحيات لجميع مرحبا بكم فيديو جديد غادر الدولي المغربي نايف أكرد مباراة فريقه ويستهام أمام نادي تشيسي اليوم بعد تعرضه للإصابة حيث تعذر عليه إكمال المواجهة المندرجة في إطار الجولة الثالثة والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز واضطر مدرب ويستهام ديفيد دمويس إلى إخراج الدولي المغربي في الدقيقة الثمانين وتعويضه بزميله بن جونسون تفاديا لتفاقم الإصابة التي تعرض لها خلال المواجهة وكان نايف أكرد قد غاب لحوالي ثلاثة أشهر ما بين يوليوز وبداية وامبر إثرى خضوعه لعملية جراحية قبل أن يعود إلى أجواء التباري ويشارك رفقة المنتخب الوطن المغربي في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ومن المرتقب أن يخضع المدافع المغرب لفحوصات طبية دقيقة لتشخيص الإصابة التي يشك منها وتحديد مدى خطورتها قصد وضع البرنامج العلاج المناسب لللاعب ورغم خروجه في الدقيقة التاسعة والسبعين بسبب الإصابة إلا أن نايف أكرد تحصل على رجل المباراة وخرج تحت تسفيقات جمهور ويستهامة إن شاء الله كل ما نتمنى لهذا اللاعب هو الشفاء العاجل وإن شاء الله نتمنى تكون إصابة بسيطة الأسد المغربي اليوم قدم أداء خرافي نايف أكرد تشعر به يلعب بالروح وبالقلب داخل فريقه ومع المنتخب الوطني المغربي دعوتكم له بالشفاء العاجل